مع المزيد في الفيزياء دالة الحالة واحتمال وجود الجسيم تصف فيزياء الكم الجسيم بدالة موجية بسيطة ويترتب على ذلك أن الجسيم يتخذه داخل الصندوق كما هو مرئي هنا في هذه الصورة أوضاعا بحيث يكون عرض الصندوق لام إذا يعني افترضنا عرضه لام مساوية لمضاعفات نصف طول موجتها حيث أن انعكاس الموجة على نفسه يتم على الجدارين مكون موجة ساكنة فإذا كانت لام ليست مساوية لعدد صحيح من نصف طول الموجة فإن الموجة تمحو نفسها ويتلاشى بسبب تداخل الهدام وتلك هي إحدى نتائج يعني ميكانيكا الكام التي تصف حركة الجسيم داخل الصندوق طبعا الجسيم داخل الصندوق يتخذ مستويات طاقة معينة فقط تعتمد على عدد كام رئيسي نوم الخاصية الثانية أيضا الهامة لنظرية الكام تخص باحتمال وجود جسيم في نقطة معينة داخل الصندوق واحتمال كذلك وجود الجسيم في الصندوق يقدر بواحد وخارج الصندوق بصفر وحيث أن الجسيم لا يمكن أن يخرج من الصندوق ومع ذلك فإن احتمال وجود الجسيم في مكان ما داخل الصندوق مختلفة كما هنا الاختلافات الواضحة في خلال الرسم تعتمد طبعا على حالة الجسم أو سرعته والأغرب من ذلك لنظرية الكام أنه يوجد احتمال نفاذ الجسيم إلى الخارج البئر الجهدي طبقا لظاهرة النفق الكومومي حيث يكون جهد البئر محدودا وليس نهائيا هذا التبسيط يتناول حركة الإلكترون في جهد نواة الذرة حيث يعمل التأثير الكهرومغناطيسي طبقا لقانون كولوم على جذب الإلكترون السالب للشحنة يدور في غلاف حول نواة الموجبات الشحنة ويبقى مرتبط بها من خلال هذه أيضا الصورة نلاحظ أنه في صندوق جهدي تتخذ الموجات مقادير محددة فقط بحيث يكون عرض الصندوق المساوية لعدد صحيح بنصف طول الموجة